هاي المحادثة يعني مع ترجمتها رح ننزلها حتى لا يقولون تنفون الأخبار لرئيس نادي الديوانية المحادثة بين المدرب اللي حتى قدرها بنادي الديوانية شنو اللي تحدث عن رئيس نادي الديوانية نتابعها ورح نشرح شنو الجمهورنا الكلام اللي صار ممكن هاي المحادثة يقول العنكوشي لا يعرف شيء في كرة القدم الاحترافية ويأخذ الآراء السيئة فقط هو والإدارة لكني أحب المدينة والناس رائعون هذا المدرب يقول ضحكت كثيرا عندما قال أن المدرب المحلي أفضل مني وكذب عندما قال أني اتصالت علي للعودة رغم أنه هو من اتصال وطلب مني العودة لكني رفضت لأنه قدم لي راتب أقل من راتب السابق ولكن للأمانة هو أوفى بكامل مستحقاتي الدور العراقي رائع لكن بحاجة إلى العمل لتغيير عشب الملاعب السيئة ويحتاج الاتحاد لدعم من الأندية أيضا لتغيير الجودة الشاملة الكرة العراقية وبحاجة إلى تغيير العقلية مثل السعودية وقطر والإمارات في العراق يوجد الكثير من اللاعبين ذات الجودة العالية والمهارة الفردية وأعجبني جدا مصطفى ناظم هذا ما تحدثه به يعني عن كوشي أنه يقول هو ما يعرف شيء بالاحترافية ما يعرف شيء بكرة القدم ممكن حق الرد مكفول للرئيس نادي الديوانية بأي وقت هذا برنامجك من حقك ترد ما أحب أنه ترد بمواقع تواصل بقروبات هذا برنامج إذا فعلا هذا الكلام حقيقي ترد ما بي مصداقية أيضا من حقك حق الرد أستاذ حسين العنكوشي لما تحدث به هذا المدرب ونزل في أحد المواقع المحترمة أعتقد وضحوا حتى الترجمة مال هذا المدرب المترجمة نانسي قنقر